يا أهلاً وسهلاً بيكم مرة تانية مشاهدين الكرام دايماً بنقول إن صحة الإنسان هي أغلى ما يملك طول الوقت كده بنمر بتجارب وأزمات صحية سواءً لنا أو للي بنحبهم من أصعب التجارب لما يتقلك إن المريض مات إكلينيكياً جملة بتخض جداً لكن يعني إيه موت إكلينيكي إيه الفرق ما بينه وما بين الغيبوبة طبعاً ده سؤال وجيه ممكن يتسئل هل المريض المات إكلينيكياً ممكن يرجع يعيش مرة تانية أو يرجع يفوق مرة تانية كل دي أسئلة حالنا إيشها وغيرها طبعاً من خلال ضفنا لأستاذ الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالأسر العيني جامعة القاهرة فقرتنا الطبية صحتك بالدنيا أهلاً بحكة دكتور حسام وصباح الخير صباح الفل يا أهلاً وسهلاً مناور الدنيا يا دكتور الله يعفظ الكلمة أنا قلتها بصراحة بدأت يعني أقلق كلمة الموت الإكلينيكي يعني أي حد بيحط نفسه في الموقف ده يعني كلمة صعبة جداً جداً هو معناها إيه أصلاً يا دكتور؟ هو أول نمشي بالتدريج كده أول واحد حاجة واحد اسمه نايم أه واحد نايم نايم عادي نايم عادي بالليل أنت نايم طب أعرف إنك نايم مش في غيبوبة أه أوجعك حفوق أوجعك أه أجيب دبوس وشوك هتروح أي تمام؟ ما الفرق بين الغيبوبة وبين النوم هو ده الغيبوبة ما يقومش بالألم لكن النوم يقوم بالألم لو ألمته عشان كده أول نوعيان بيوصل العناء المركزة في غيبوبة بنمسك ودنه بنقرصها كده إذا عمل كده خلاص مابقاش في غيبوب أو هنا في عصب أدوس على الحتة دي أو يكشر خلاص مابقاش في غيبوب أو أحط له ألم بين صوابه على فاكرة دي مؤلمة جداً واضغط جان واضغط على السبعين دي أعملها عايزة عايزة الدكتور اللي أعملها مش عايزة أي حد نعملها كده يتقلم خلاص أنا تطمنت الغيبوبة درجات كثيرة تبدأ بخمستاشر أنا وإنت خمستاشر صاحي وتنتهي بتلاتة غيبوبة تامة خمستاشر ليه؟ درجة الوعي آه درجة الوعي فيه كذا حاجة شوفها أقول ده خمستاشر أربعتاشر تلاتاشر سبعة ستة آخرنا مش صفر آخرنا تلاتة تلاتة يعني غيبوبة تامة ما بيحسش بحاجة خالص ده غيبوبة هي لا قياسات أصلا يا دكتور يعني بخلاف أن أنا بعمل بعض الإجراءات اللي حاجة ذكرتها؟ لا 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 حدقة العين والنفس والألم وحركة إيد لا لا حاجات كتير المهم إن إحنا إيه ده حنقول ده في غيبوبة الغيبوبة يقوم آه حنفترض واحد عنده نقص سكر بيجيله غيبوب لو اديته جلوكوز بيقوم واحد عنده أسيتون في البول لو مرضى السكر في غيبوبة نزيف المخ في غيبوبة ده غيبوبة مش موت جزع مخ إيه الفرق؟ جوت موت جزع مخ مات خلاص اللي هو ده الإكلينيكي بقى؟ آه ده مات ولكنه قلبه شغل وكلويته شغالة ونفسه شغل بجهاز تنفس صناعي لكن المخ الجزع المخ اللي بيشغل الحاجات دي كلها مات ده ما يقومش نيفر خالص نيفر يقوم تمام؟ طب المشكلة إيه؟ أنا بحطه على جهاز تنفس صناعي اليوم بكذا ألف جنيه وأنا عارف أنه ميت أنا عارف أنه ميت آه طب أفرد قعد سنة ألف جنيه مش ألف يعني بردي مثلا رقم آه تلتمية خمسين يوم ده الأسرة اتخرب بتها آه الأسرة اتخرب بتها عشان وهو ميت آه تقول لي طيب إيه المشكلة في موت جزع المخ إن أنا أقول على الغيبوبة موت جزع مخ هي دي المشكلة أنا عامل فكرة حلوة جدا 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 عندي في الأسرة العين في القسم البتاعي لو واحد موت جزع مخ خمسة فوق السبعين أسدزة فوق سن السبعين عجزه كل واحد يخش الواحد ويكتب في التقرير عيان إذا الخمسة تطبقه يبقى موت جزع مخ أنت بتتكلم في دكتور خبير السبعين سبع طبعا خبير وأستاذ طبعا تمام فدي الخوف الوحيد ليه بقى؟ لأن إحنا دلوقتي أما تيجي المناقشة أطفل جهاز ولا لا أطفل جهاز ولا عشان أطفل جهاز لازم اتنين يقولولي النائب العام وشيخ لازر النائب العام عشان مخش السجر يقولك أنت موت واحد ما يعرفش أن هو ميت ده طبيا إحنا نعرف وشيخ لازر عشان مخش جهنب يقولي أنت موت روح إحنا من حوالي خمسة وعشرين تلاتين سنة روحنا مكتب النائب العام رجاء العربي فكره طبعا وشيخ طنطوي رحمة الله علي كان شيخ لازر كنت أنا ودكتور عبنا بحسب الله رحمة الله علي ومعنا واحد تاني قاعدنا نتكلم في موت جزء المخ أطفل جهاز ولا لا عشان أطفل جهاز لازم النائب العام يقولي أوكيه عشان أهله ما رفعوش قضية علي ده كان عايش وانت موته وشيخ لازهر يقولي أوكيه عشان يوم القيامة ما تحسبش لا خدنا إجابة من هنا ولا من هنا وما زال الموضوع معطل حتى الآن بأن خمسة وثلاثين سنة شيخ لازهر رحمة الله الشيخ طنطوي كان الشخصية لطيفة جدا جدا أهد ما يكلمش خالص وأنا محموق دكتور عبنم حسب الله رحمة الله أهد محموق ومحموقين جدا بيتخرب بيت ناس ولذلك أنا هطالب بحاجة في نهاية الحلقة شيخ طنطوي يهز الكرسي كده ويتحرق والأخ قال لي يا دكتور حسام تقول له أيها مولانا قال لي اللي انت قلت عليه ميت ده نحسب العدة لمراته من ساعة ما انت قلت ولا من ساعة ما تدفن فسكت اللي بلاش نوزع مرسه ولا ما يدفن افرد انه قعد سنة السنة دي محسوبة في العدة الزوجة أه ولا هو لسه ما ماتش ولا ايه فابوهي تالذي كفر كل واحد بيفكر من منظوره أنا ببص أنا كان عندي واحد مفتري يعني الشخصية فضيع وبيزعق وكده قال لي يا دكتور أنا ابنه بقول لك اتف الجهاز تقوله أولا حرك ممنوع تزعق هنا دي عناه مركزة ثانيا الجهاز ده زي الأباجورة له كوبس كده هشاور لك على الكوبس خص شيله ونعمل نفسي مش شايفك عايش نموت أبوه يقول لهم عايش ده أنا اللي موته قضية ملهاش حل إلى الآن مع عينها السعودية حلتها أمريكا حلتها فرنسا حلتها بقول لك في الجهاز دكتور حضرتك وجهت نداء من أكتر من سنتين من البرنامج من هنا ولم يحل برضو الموضوع لم يناقش يعني احنا عايزين نعمل مؤتمر تشترك فيه جميع أطباء اللي عينها مركزة كل واحد يقول خبرته أنا خايف إن إيه إنه ما يكونش موت جزع مخ تمام اتفقنا عليه خلاص اتفقنا عليه لكن أنا بناشد وزير الصح وهو إنسان وهو إنسان زي الغسيل الكلو ما هو بلاش أول ما اكتب له شهادة موت جزع مخ يبقى على نفقة الدولة ده ميت بس بيدفع يبقى حرام فيه ناس بيبيعوا عربياتهم ويبيعوا حاجاتهم ومش لقيين عشان أب على جهاز صناف الصناعة أنا بناشد وزير الصح أخويا دكتور خلع عفار ده أخويا وهو إنسان زي ما خدنا قرار أيام الرئيس الراحل أنور السيدات أن الغسيل الكلو على نفقة الدولة يبقى ده أول ما يجيب شهادة من المستشفى اللي هو فيه أنه موت جزع مخ من هذا التاريخ مش قابليه ما ناخدش منه فلوس ده ميت ونعمل مؤتمر بقى يجي فيه رجال قضاء رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي يقول لنا رأيهم إيه نطفي ولا ما نطفيش لو كان واحد متجزع مخفاء كنت قلت لك لا لو واحد في العالم أمريكا فرنسا لو واحد خيب ظننا وفاء كنت قلت لك دكتور إيه الفرق بقى ما بين الوظيفة الحيوية مع موت جزع المخ أو الغيبوبة الغيبوبة حكرتلي في الحالتين الغيبوبة تعطل في وظائف المخ لكن المخ شغال شغال بس فيه تعطل وظائف زي بالظبط واحد مكسور أنا مجبس له يده لكن مش هقطح مش هقطح يوم ما فوق الجبس هيحرك يده كذلك المخ تعطيل وظائف لكن هترجع تاني نما موت جزع المخ انتهى جزع المخ ما فيهوش الحيوية اللي كانت موجودة بتشغل الجهاز التنفسي وقلبك وكل حاجة فهو دكتور ليه بعض الحالات في الغيبوبة بتطول جدا في ناس بتطعب السنين حسب الحال ما فيهوش دواء يقدر يرجع المريد ما فيهوش حاجة اسمها غيبوبة أهم حاجة السبب يعني فيه عندنا غيبوبة السكر خمسة خمسة أنواع عندنا غيبوبة الكلة فشل الكلام غيبوبة إصابات المخ غيبوبة القلب لو القلب توقف شوية بيعمل غيبوبة الكبد اللي حكي قلتلي دي سهل علاجها دي أسحل وحدة دي احنا بنتحك والله العظيم يا دكتور حسام أنا باعد أرجع الحلقات لدرجة لا تتخيلها وبشوف مين محتاج الفقرة دي وابعتها له والله آه والله يعني مثلا فقرة المدخنين فقرة الغيبوبة باعد أبعت لأصدقائي لو حد عنده مشكلة أعايز أسألك سؤال فيه حد بطل تدخين من الحلقات دي والله أنا بعدت الناس كتير جدا لا حد بيرد عليك قالك أنا بطل لأ للأسف أنا عندي بطل بس أنا بدأت يعني أحذر الناس واخوفهم ومش رأيي أنا ده رأيي قيمة كبيرة وأستاذ بيستند لمنهج علمي أنا عندي في العيادة عدد كبير جدا جدا بطلوا تدخين وندموا على الفترة اللي دخنوا فيها عندي عدد كبير مش قليل أنا بعمل حركة كده مش حلفوا على المصحب هيصوم ثلاثة ايام لأ بقوله يمين غموس مش يمين منعقدة ها هقوله تحلف يمين خلناك شافشتين معظم الناس بيضعف لأ أنا بقوله لو أنت راح الشريع بعلبة سمنة من السوبرمان لقيت مكتوب عليها هذا السمن مسمم تأخذ أقول لأ طبعا تأخذ من العلم ويكتب عليك دكتور لأ بتسخيل وسبب الوفاة مش مسمم فالتدخين أنا بنصح كل واحد يراجع نفسه أعزو لك والله دكتور حسام والدي رحمة الله علي هو كان رياضي وكان لعب يعني هو يعني شرف سجاير على قبر مثلا بعد أربعين بس في مرة تاب الدكتور قال له بطل سجاير بطل في نفس اللحظة في نفس اللحظة ومرجع لاش تاني تماما أنا عندي عيان كذا عيان كده تبقى العجب سجاير في جيبو يروح نميه أقول له كده أنت رجل أنت رجل بيتك حتى أولى بالفلوس دي يعني على الأقل ده ده قصة تانية على الأقل غير صحيته أضعف عضو في الجسم يا هشام الرئة أه ورقة سجارة الرئة ضعيفة جدا ولو فسدت بترجعش أه طب دكتور من الحالات الصعبة جدا نزيف المخ في ناس كتير بتسأل عنه خاصة الفترة اللي فاتت طبيعة النزيف ده زي موما كان نزيف المخ طبعا بي شغلة جراحين المخ والأعصاب ودكتر المخ والأعصاب مش شغلتي ولكن حاجتين يتحكموا فيه حجم النزيف قد إيه والمكان اللي جاي فيه يعني فيه أماكن في المخ لو جاي فيها نزيف مشكلة كبيرة جدا مثل جزع المخ يضيعه ممكن يكون في الفصل الأمامي أمام الفصل الأمامي شوية دم كده يشفته ويعود كما كان فمش كلمة نزيف المخ كلمة ما تخوفش قوي أهم حاجة كميته قد إيه هل هو خارج المخ ولا داخل المخ هل هو حول المخ ولا داخل المخ وفي أي مكان بيباني يا دكتور طبعا أنت بتكلم في غرفة مغلقة لا ده أنا بكلف الرانين ده الرانين ده ده سحر ده العمل الرانين ده جبار والأشعار المقطعية لا بيباني طبعا طبعا وهنا احنا في إيدي اليمين دايما الجراح الجراح في إيدي اشفط الدم ده طبعا عايزة عارف يا دكتور يعني السبب اللي بيخلي بعض الناس في غيبوبة طويلة هك قلتلي طبعا بيرجع للسبب طيب لو كلمنا على محاولات العلاج بتنحص حسب السبب برضو اه يعني الغيبوبة الكابدية ممكن تقوم في يومين السكر الخمس أنواع ممكن جدا سهل جدا جدا الخطير قوي الانتحار اللي خده رص ولذلك لما بجي لنا واحد غيبوبة شاب صغير وكده والزوء تحس من الاهل ان فيه شيء غلط تحليل على طول في الحال دول برضو مش حلوين لو واخد جرعة كبيرة زي اللي طلعت حبة الغلة دي دي موتت عدد كبير جدا اه فحسب الغيبوبة حسب نوعها ممكن مفيش طب بلاش في غيبوبة نفسية ياه اه والله يا حد نفسيته تعبانة كده يدخل في غيبوبة دي له شوية كحول كده في منخيره يروح قايم مسمعناش عنها دي يا دكتور دي جديدة دي ولا هو النفسية معروف ولا مش معروف اه اه اللي امتحان مع جبوش اه سقط كان مقدم في وظيفة ومتقابلش كل دول بنشوفهم يعني اه بس الغيبوبة وموضوع مهم جدا شتان بين الغيبوبة وموت جزع المخ اللي برجوه مؤتمر كبير جدا جدا تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ننخش فيه الموضوعات ونوصل فيه الحل اه طبعا احنا مش هنتكلم عشان ما نوصلش الحل ونداء بقى معالي وزير الصحة اللي يجيب شهادة من النداء موت جزع المخ الدولة تتكفل به لانها بتبقى مصاريف كتيرة جدا سواء المستشفى حكومي او خاص طيب هل حالك يا دكتور ممكن تقيم حالة المريض اللي عنده غيبوبة تقدر تقوله هو جسمه تأثر ازاي ولا لازم يفوي الاول لا ده شغلتنا ده ده هي دي العنان المركزة انك انت تشخصه هو في غيبوبة هو دلوقتي عنده غيبوبة حد يقولك مثلا ممكن حاجة في الجسم بتتضرب اي عصب اي حركة اي حاجة هشوفها كلها هشوف عنيهم مناخيره ولسانه ورقته وقلبه وعن تحليله يعني مش لازم يفوق يعني لا لا يا ريت يفوق يا رب يا دكتور يكتب السلامة للجميع والله استمتعت جدا بالفقرة النهاردة يا دكتور وبسعد جدا بلقاء حضرتك قبل اي حاجة الله يحفظك شكرا جدا يا دكتور حسين موافي طبعا استاذ طب الحالات الحرجة بطب الاصر اللي اني جامعا